ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تابعتهم وشفت الدول كيف تتكلم بدون افعال للأسف كل مرة يصير طلب اوقاف النار من القانوني المففوضة اسرائيل تتزمها امريكا تعمل فيتو وتلغي القرار لما امريكا حاول تستغل الشيء وتفتح طريقة اسرائيل نتهجم على لما امريكا لم تكن على السياسة قلنا نركز على موضوع اجس بس اخر قرار لما امريكا ما عملت فترة توقع لخلاص بتنتهي الحرب بس نوب دمروا مستشفى شفا من جديد وقتلوا مئات الى مش الاف العبريامة جدا اليوم ما جاني نوم ومو بسبت الاخبار بكون كادب لو اقول لكم كده بسبت نوم بديت الاخبض بديت انام في الليل وارعي في النهار فحاليا في العصر قريب بيقدن مغى وكل ساتر يقدن بس ما تدري انم تلحين بقى للصبح يعني هذا الفيديو اللي من زمانة بيسويه ما انا عافي سوي قلت تعرف شغلك ما اتكلم جس تكلم عبر عن شعورك قوله الشي اللي يزعج لك للاسف الشديدة في بداية الحرب قررت اني ما ادخل في تويتر ما ادخل في السوشال ميديا ما اتكلم عن منذ بتاتا لانني مبرمج اولا واحمق ما ادي دخل في السياسة ما ادري وين غزة ووين اكشلي قبل الحرب خلينا اقول لكم اي درجة جهلي كنت اتوقع البيل او ما زال موجودين ما كتاك اني خصو الحرب ومشا لبنان والناس اكراهم يعني انا كنت اققى بين وقت وقت الناس اكراهم لانا ما زال موجودين بعضهم في جنوب لبنان بس يعني ما عادوا بي ال او والناس ما زالت حق عليهم اني ما كان الامريكان الفترانز شو يسبون سب فيهم فانا ما اكن تدري ان من زمان خصو الحرب من زمان طلع لما عندي خل فيه سياسية انا مبرمج احمق ما لدخل وخصوصي يعني كانسان يبي يرويج منتجاته كده لافضل يتباع عن السياسة لانا ما تدري المتوسط على الاسف للوائز السياسة كلي نفاقه كدب وهنسان الطرف كداب وما هيتهم انتخاص يعني بجردك شعي المفروض الشركات لا تدخل في السياسة بس الأسف الأيام دي السياسة دخل في كل شيء البزنس داخل في كل شيء سوري بالعكس يعني البزنس داخل في السياسة وبيعلى ستعة أكثر ما هو سياسة ف.. قلت ما بتكلم ما بأعد بأن الواحد يعني إحنا من الصغرنا ونسمع عن الجرائم اللي يتكبوه الإسرائيليين الفلسطينيين بحقهم فمن صغرنا متعلمين ان نكون انصريين ما نصدق كلمة اليهودية ما نصدق كلمة الاسرائيلي ونصدق كلمة الفلسطيني مباشرة انا ما اختار كلمة انصريين كشي سيء وانما يعني تعرف لما تشوف واحد يكذب الف مره زي ما الاسرائيليين في العرب اسم ولو واحد يقول صدقه على طول مي يطلق انه عندك خلفية مسبقة ونصري ضده على طول بتكذبه قبل ما تشوف الدليل اه يا اه يا اه هذا هو وضع الدنيا هل يستهل للشيء اللي يدافع الاسرائيل بدون شك بدون ادنى الشك بس صح حدف سيء جدا والله ما بدي اتكرره خلاني انقلب خلاني انفجع خلاني ما انام خلاني افكر جد بانفعال شديد اني اعمل فيديو اني احاول اطلع فضائحه اطلع كدهمهم اجمع حتى جمعت بعض الصور يعني يعني انك بتفكر هدي هدي مين انت انا اولا ما بيشهره الموضوع لكل ما بيشهره هذا الفيديو انا قاعد اعملها الحين لبراء الدمه احس ان المفروض واحد يقدم رسالة لمنع القوارف المستقبل الماضي ادي احس ان وصلنا لدرجة ان الناس من كثير ما الاسرائيليين يكذبون المفروض ما اقول اسرائيليين ما فوقوا الصهاينة بس لان في اسرائيليين ما اعاجبنا من وضع يعني بدون شك مو كل الناس اواسيه الصهاينة اللي يدعمون للمزر من كثير كذبهم والناس يعني في ناس من اوروبا في ناس من امريكا صدى كلامهم لانه دولة الاعلى عايز الحبهم حسيت ان المفروض الجميع يطلعوا يقول لهم انتم كدامين وقفوا عن الكذب بلا ما اصخروا لما تتكدمون لما تتظلم لما تلقتل ده شوف هاد الصورة ده كذب صورة شفو الكابر ده كذب الحمدلله ما قصروا في ناس واجد يعني صحفيين يدورون على الحقيقة وفي ناس واجد من المقاومة او من دول عربية او من فلسطين ضلوا يحفرون كل الكذب الحظم يعني فما كان ما كنت ابحث كثير من اول بحثة ثاني بحثة حتى ثالث بحث ويطلع لي الادلة ان الكلام هذا كذب فظليت اشارك في تويتر لما صار جنوب افريقيا رفعت قضية ضد اسرائيل في الاي سي جاي انا لا اعرف اشي الاي سي جاي اصل قبريتي في اليو ان مرة محدودة قريت عنه اتعلمت عنها اكثر اتعمق فيها اكثر لما اتعلمت عنها شوي والحمد الله اني فادتني اني قدرت ادخل اسهل مع الحرف هالي بصدت ادخل في السياسة في بريطانيا لانه في بريطانيا صار فوضة انا من 2018 سمعت بعض الصحافة ينشرون العنصري ضد المسلمين حسدنا فيه شيء يصير هناك وبعد يظهر مع الحرب الاسرائيل الاسرائيلين واجد حكم الاسرائيل قاعدت تدفع في دولنة ينشرون الحق ضد المسلمين فالمنظر صحيح خبصة وللاسف يعني التردرد على الاسرائيليين لما يكون كلامك صح ما بيعطك وجه فيشككوك هذا السلاحة يأخذون عاطفة الناس ويلوموا الناس اللي يتكلموا ضدهم ويعني يشعروا يخلونا نشعر بالعار والإثم والكذب وإننا ندعم التروريس وكلام فاضي وإحنا كدامين يبقوا نحس بالعار شاء ما نتكلم هذا السلاح عادة النرجسي يستخدمونه الناس النرجسيين والسايكوباث يستخدمونه بكفر بعض مجموعة وعشان يحظون على مستواهم في المجتمع أو السمع الحاق ومشايدا فعلي السمعة ويسخرون على الآخرين يحسرون بالعار اشتركوا في اشتركوا في القناة 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 عملت دعايات جمعت لسة شركات والشي اللي قدمت للحكومة الإسرائيلية بعضهم يصخروا على الضحايا في غزة مثل ماكدونالز في دعاياتهم يعني في كرة انصرية طبيعية في الشركات هذي فدعوكم المقاطعة وشان اقول لكم المقاطعة يقل قوته نانياته نفسه رئيس دولة إسرائيل حاليا بعضك كثير من الفلوس عشان يمنع المقاطعة في أمريكا ودعوكم كثير عشان تحجب وتمنع اي شي للمقاطعة حولي في منظرون المقاطعة اسمها بي دي اس دول بس شغلتهم من يحاولون يمنعون اي اللي فهمت اي منظمة فاسدة وظالمة ينشرون الوعي لما قاطعته فدول اسرائيل بدون شك حاولت تنفيها كثم مرة يكفيك الاسرائيل قاعد تحاولت تمنع الجمعيات الخيرية تبي تنفيها هي الطريقة الوحيدة الرسمية لتقدخ المساعدات لفلسطين تبي تنهي المنظمة لي فهم يبعون يقاطعون المنظمات دي احنا نقاطع الشركات اللي تدعمهم خليهم يخسروا الفلوس ممكن الناس تقول بس المقاطعة ما تشتغل بشكل مباشر اليها القادمة لفروع الموظفين الموجودين في دولنا يعني بيخسرون الوظائفهم اولا بس مع الوقت كل الأمور تاخد وقت ما في شىي ساعات الحرب الكبره ما بدت في يوم الليلة العنصرية دي والبهذلة دي والمسقر والضن ده كل ما بدا في يوم الليلة ناس راجد اللي يدعمون الصهاينة يقولوا بس سيلان بتقاضع أكل وروح قاضع كيبيوتر قاضع جواله وكسرهم ما عليك من تفاهاتهم ما عليك من مسقرتهم قاضع اللي اي امديك وحتى الكيبيوترات الشركة انتل دعمة كبيرة للأسرائيليين حتى في بلاية الحب علنت بتفتح فرع جديد ووظائف جديد للأسرائيليين جهاز الجديد هذا الجهاز اللي ما يموت ماذا اشعر انتل اما هم يدعمون القتل ويدعمون الصهاينة ليش راح ادعمهم في شركة ايم دي انا ما قاضي عنها وش علاقتها مع اسرائيلي بس ببحث عنها صار ما صار في شركات بديلة اهمش جهاز يشتروا يشغل برمج ويشغل ويندوز ماذا ايه قاطع اللي يمديك قاطع اللي تقدر عليه منتجات كثير من الماركت تدعم اسرائيل كايف سي كينتاكي ماطع المفضل اللي لدي ما باكل اللي لبد في غيره حياة ما توقف يعني على الامور دي بس بتضرهم في النهاية نهاية المطافة الامبراطورية حقها كلها بالطب لان الاقتصاد الايام دي يعتمد اعتماد كبير على المبيعات بعدد كبير جدا اي خسارة في المبيعات بنسبة ضئيلة فوق قصير ممكن تدعم الشركة بالكامل ترى لان هم يعتمدوا على مدخل كبير ومنتج كبير مدخل كبير ومنتج كبير اي عرقلة في الموضوع دي الامور كلها تترقل تعالي زي الدومينو انا لما طلعت بره المحكز الصغر في ناس واجه قاعد تدخل الاشتري من مكنان واشتري من كيف سي حتى سألتها هو يقول يعني ما تدري الناس على الدنيا يقول والله في ناس واجه دي معايش حياتهم واش سوا ما قالوهم يروحون للعمل عند اولاد عند زوجه يرجع البيت يروح للعمل يرجع البيت يروحون للعمل 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 يروحون gras يروحون للعمل ما هو خطأ الظلم؟ الظلم لما تأكل أموال الآخرين بالباطل الظلم أحدرك من الظلم يعلم الله ما في أم في القرآن دمرت إلا بسبب ظلم أهلها يعني دور لي أم واحدة من الأمم مذكورة دمرت في القرآن مش بسبب الظلم ما أعتقد أي قوم يعني كل قوم دائما دائما يكونوا طاغيين قاتلين الأنبياء ظلمين للآخرين أخرجوا قال للوت إنهم قوم يتطاقعون يعني عادة عادة إنسان هو أساس خسف نفسه والعصر إن الإنسان لا في خسف إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات اللي أشهد السوء من الظلم لما يصير الظلم والجميع يسكت بسه شي عادي هنا الناس اللي عندها طمع وعندها ضعف القلب يفتح له الباب أكثر أوه المستشفى ده يمكن نهجم عليه أوه المستشفى ده دمرناه أو دخلنا فيه وطردنا الجميع وقتلنا اللي قتلنا وما حتكلم ما حمنا عنه المستشفيات حلالة من الأول للآخر أوه طلقت النيران على الناس يبون إمدادات يبون ماء يبون ماء يبون شرب لأننا ما نعين عنهم الماء مسمم من الميال عجلهم ما نعينهم حتى يجمعون أمطار ما نعينهم من كل شيء ما نعين من كل الماء ما نعينهم من كل الخير ويجون عند اليوان عند العربة اليوان يبون ويطلقوا عليهم النار وصار أوكي نسوية ثلاث عربة خمس سباة عشر ما حقدر يمنانا يعني الظلم لما ما يردع والساكروبافس بيستمرون في ظلمهم والظالمين بيستمروا في ظلمهم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس ينفسهم يظلمون أنا فرض على المجتمع مش فرض على فرض واحد لما المجتمع كله يسهل عملية الظلم يسهل ويمدد طريق على الزل من الدهب والحريع زولية حمراء يمددها إلى الباب عشان الجميع يقدر يروح من ضمن الآخرين هذا الشي حديكم منه واسم العنصرية ياقم والعنصرية الإنسان الأحمق هو اللي يروح وياقض طائفة كاملة كان بلون كان جنس كان دين كان مذهب وكلهم يحطهم أدنى من الحيوان حلال نقطة ضلمة والمجتمع يصفق له ويجمعوا الناس يصفقوا له ويكون الشي حلال للشعب كله أنا صير كعرفة أنا يصير المسلمين 72 أنا اللي صير حلال الموت ما حد يتم لي ليش ما تعبعين الفلسطيني الإسرائيين والأوربين ما يتموا لي ليش الجميع ليش قانون الدول يتم ليش قانون الدول يتم والعبارة المتقي المتقي هلا أنا المتقي ما hi ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر